عندي عمري 23 عاما أكملت دراستي من جامعة كولكاتا وأنا أؤمن بسناتان دهارما ليس لدي المؤهلات للتحدث أمامك ولكني سأحاول لدي سؤال في ذيني قد أتحدث بطريقة خاطئة لأنني لا أجد الإنجليزية لذا أرجو منك أن تعذرني سؤالي في سناتان دهارما أيضا مذكور النساء يجب أن تحمى خلال طفولتها بواسطة أبويها خلال شبابها بواسطة زوجها وعندما تكون أم فإن ابنها الكبير سوف يحميها بينما في سناتان دهارما يقولون أنه لا يوجد حب في هذا العالم بل هناك شهوة في هذا العالم الحب والشهوة شيئان مختلفان تماما ولا يمكن أن يكون على نفس الأرضية المشتركة ومهمتنا الحقيقية إتمام خدمة الرب وفي سنتان دهارما أرجونا سأل كريشنا ذات مرة يا كريشنا أرجوك أخبرني ماذا يقول هذا الرجل أنا لا أجيد الكثير من اللغات فرجاء أوضح لي فقال كريشنا لأرجونا إنهم يتكلمون قد ضوضع حتى إذا جاءتهم حية أكلوها في هذا العالم لا يوجد هناك حب نحن نحاول نجبع هذا أبسط ما يمكن قوله كما ذكر في سنتان دهارما أن المرأة ترتبط بالرجل والرجل يرتبط بالمرأة لذا السنتان دهارما البشوات غيطار جاء قبل خمسة آلاف ومائتي سنة والكتاب المقدس جاء قبل ألفي عام والقرآن جاء قبل ألف وأربعمائة سنة أي أن السنتان دهارما جاء قبل ملايين السنين ولهذا أنا أنتمي إليه أنا لا أبرر حياتنا جاءت فقط لخدمة ما هو سؤالك أخي لقد قرأت سنتان دهارما سأعطيق تعليقاتي عنه وأريد أن أعرف ما هو سؤالك هل تريد القول أن سنتان دهارما أيضا يحمي المرأة لا سؤالي هو هل مهمتنا في الحياة هي إجباع رغبات النساء أم الإله سؤال الأخ هو هل مهمتنا هي إجباع رغبات النساء أم الإله سعر الأخ سؤالا وهو ما هي مهمتنا هل إجباع رغبات النساء بوجود الحب والشعوات أم إرضاء الإله قبل أن أتطرق لسنتان دهارما سأخبرك بما يقوله الأسلام كما ذكرت في حديثي سابقا قوله تعالى في سورة الروم سورة رقم تسع وثلاثون الآية رقم واحد وعشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا يعني أن الله خلق لك من جنسك أزواجا زوجك قارينك لتستقر معها لتكون مستقرا مرتاحا وقد جعل الله محبة بين قلوبكم وقال رسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأن حتى ممارسة الجنس مع زوجتك يعتبر صدقة الصحابة سألوا حتى ممارسة الجنس صدقة كيف ذلك فيأتي الرد لأنك تأتيه حلالا فإن لم يكن حلالك كممارسته مع امرأة ليست بزوجتك يصبح محرما فبما أنك تأتيه حلالا فذلك يعتبر صدقة عمل خير أو عمل جيد لذا فإن الله يجازيك حتى على مبارسة الجنس مع زوجتك وأنا قلت بحق أن هناك محبة وشهوة أنا أيضا قرأت سنتان دهارما وأقدر وحدانية الإله المذكورة فيه فالهندوسية لديها العديد من الأقسام بهذا الخصوص عديد من التفرعات وأقدس النشوص عندهم هو شروتي واسمارتي الشروتي تبقى للهندوسية هو كلام الله والفيداس هو الأعلى منزلة فهم يؤمنون بأنه إله واحد يؤمنون بأن الله ليس له صور ويمكنني أن أعطيك اقتباسات كما يمكنك مشاهدة التسجيل عن التشابهات في الإسلام والهندوسية ولكن هل يجب علينا إرضاء النساء أم إرضاء الإله أولا وقبل كل شيء؟ كما قلت في حديثي بأن الهدف الأساسي لكل البشر سواء كانوا ذكورا أم إناثا هو إرضاء الله عز وجل وعندما ترد الإله فقد ترد النساء وقد لا تفعل إذا كانت امرأة صالحة تقية فستكون راضية إذا أرضيت الله تعالى على سبيل المثال يقول الله مارس الجنس مع زوجتك المرأة التقية ستكون سعيدة بهذا لكن المرأة الباحثة عن الشهوى لن تكون سعيدة ستقول لماذا تتبع الإله؟ اتبعني لربما هي تمثل خطوات الشيطان سألتني عن كريشنا بأن كريشنا قدم نصيحة لأرجون بما أنك ذكرت كريشنا ويفترض أنه قدوة للهندوس ونقرأ في مهابرات قد ألقيت خطابا عن التشابهات ولكن بما أنك سألت هذا السؤال ما نقرأ في مهابرات بخصوص كريشنا عندما ذهب إلى ضفة النهر في الغالب عندما كان النساء يذهبنا للإغتسال كان يأخذ ثيابهن ويذهب بعيدا لماذا؟ للحب أم للشهوة؟ لأنه إله فلنفترض أنني مالك إذا كان الإله يرغب بسرقة ثياب النساء ويذهب بعيدا ليرى أكسادهن عند خروجهن من النهر فلماذا لا يمكننا فعلها أيضا إذا كان بإمكانك تقليد الإله فلماذا لا تفعل إذا كنت تعلم بأن هذا هو المطلق انظر نحن لا يمكننا تقيد الإله لأنه مختلف عننا ولكن إذا كنت لا تجعل كرشنا إلها وإذا كان الإله يفعل شيئا كأغذي ثياب النساء ويخبرهن أن يخرجنا بدون الثياب هل يمكنك فعل ذلك أم لا يمكنك فعلها بكل سهولة هذا ما نجده في الأفلام الهندية نجد كل هذه الأمور ما أحاول قوله هو أن نأخذ الرسالة الصحيحة لقد قرأت سنتان دهارما وبه العديد من الأمور الجيدة المئات بل الآلاف من الأمور الجيدة ولكن كل ما هو سيء يجب وضعه جانبا ولقد ألقيت خطابا عن التشابهات بين الهندوسية والإسلام والآن أنت تتحدث عن كريشنا وعن الحب والشهوة وأقدر العديد من الأشياء المتعلقة بكريشنا لكن ليس كل شيء كثير مما قاله صحيح يقول حاسب الظلم حتى وإن كان من أقربائك لقد قال ذلك في بغافوت جيتا الجزء الثاني الآية واحد وثلاثون ونفس الشيء ذكر في الكرآن في صورة النساء الصورة رقم أربع الآية رقم مئة خمس وثلاثون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فإن كان ما يقوله مذكورا في الكرآن مع كلام الله سبحانه وتعالى الحقيقي فأنا أقبل به ولكني لا أقبل بكل شيء كلام الله ولهذا السبب فما أقوم بفعله هذا هو الفرقان وهو المعيار للحكم على الصحيح من الخاطئ وإذا قمت بقراءته فهذا هو الوحي الأخير المنزل من الله للبشرية فأنا أتحداك إذا قمت بقراءته أن تشير إلى خطأ واحد فيه بالنسبة للكتب الأخرى التي لدينا أما كتب الديانات الأخرى لقد تغيرت بمرور الزمن فبركات وإقحابات ولست أنا من يقول ذلك فعلماء المسيحية يقولون بأن الكتاب المقدس لم يتم حفظه بشكل صحيح ويقول علماء المهابرات بأن المهابرات كان في الأساس قصة رواها جد أرجون للناس ولاحقا الثمانية آلاف ترنيمة أصبحت أربع وعشرون ألف والآن لدينا أكثر من مئة ألف ترنيمة فبركات وإضافات لذا فقد تم إضافته ولا يمكنني قبوله بأن الله عز وجل دعك عن مسألة الإله فحتى الرسول لا يمكنه فعل ذلك فما أقوله بأن هذه لربما فبركة أنا أحترم رسول الله ولكن إذا قلت أن هؤلاء الأشخاص ورعين فلا يمكن للورع أن يفعل ذلك ما يمكنني قوله هو أن هذه ربما تكون تحريف